والله هم تعتمد على فيينا على فيينا بصراحة على فيينا احنا للأسف والله اكبر مشكلة في العراق انه ماكو ارادة وطنية والله عيب والله عيب عيب احنا نستقوي بأي طرف خارجي المفروض كلنا نبعد على طاولة وحده ونشتغل زيناني ليش اقبل انه اليوم اكون على ما ينتج من مباحثات فيينا بالعافية عليهم يدورون مصالحهم يردون يستفادون يمشي ملفهم النووي غيره زينواني شنو يعني ورقة طمنا اوراق اللعب اذا تمشي هنا اعرق لك هنا اذا ما تمشين هنا اعرق لك هنا فالطاولة بها اوراق لعب والاطراف الدولية تلعب بها انا ورقة هذا دا اقول لك هو الموعب مو على الاطراف الاقليمية والدولية الايب على الاطراف الوطنية نعم ماكو دولة ما تبحث عن مصالحها تمام واذا انت تفتح طريق كل الدول العالم تدخل بك ليش ما يرغبون يدخلون بالدول الاخرى يرغبون لكن الدول الاخرى بسوي حاية صد يقول له هاي مصالحي وقف عدها زين فاحنا لا نزال لا نملك هاي القدرة الغالبية من يعني او عدد كبير من القوى السياسية والوضع العراقي ما يقدر يقول له اكو اكو ناس محددين لا يقولون لا اللي ينتظر واللي يقول لا هم العفو يعني اكمل لك يا ترى يعني ما تعبر بسلامة هم يحاولون يقرصوا منا يقرصوا منا يطلعون سالفة يسولوا مظاهرة يسولوا قضية فبالتالي اللي مشارك بفيينة ما تمشوا يا حكومة الاغلبية الوطنية فيينة طرفين اكو طرف يريد اغلبية واكو طرف ما يريد نسبة التفاهم بيناتهم وقيت لك ورقة يعني اشتنطيني هناك امطيك هنا ومطيتني شي ما خليك تاخد شي